السلام عليكم ورحمة الله مرحبا لمتابعي قناة الارباح كما تشاهدون هنا هذا هو الشرح الذي وعدتكم به على طريقة الربح من راد بابل بطريقة حصرية وستحصل عليها بارباح جيدة هنا كما تشاهدون فقط إثبات سحب بسيط 2.13 أورو تم توصل بها في حساب بايبل هناك ملاحظة التصاميم التي وضعتها في راد بابل كلها شرحتها في القناة هنا ستجدون الفيديوهات هنا ثلاثة أو أربع فيديوهات على راد بابل تمكنت من حصول على مبيع تصور معي أنك إذا قمت بتطبيق طريقة ووضعتها أكثر من 100 تصميم بالطريقة التي أخبرك ستصبح الأرباح خاصة بك في الشهر أكثر من 150 أو 200 دولار وبدون تعب فقط 100 تصميم وستعمل عليك مدى الحياة تابع معي هذا الشرح أول شيء ورحمة المشتركين الجدد وأيضا يدعمونا بالضغط على زر لايك وأيضا إن كنت جديد في القناة تشترك في القناة وفعل زل الجرس ولنتوجه إلى الشرح على بركة الله أول شيء موقع راد بابل طريقة أجي فيه بسيطة جدا لن أشرحها لأنني وضعت كم أو أدد كبير من الفيديوهات على هذا الموقع الكبير نسبة زيارات التي تأتينا من راد بابل تصل 31 مليون تقريبا 32 مليون وأيضا مصدر زيارات من كندا وأمريكا وأيضا أستراليا يعني أشخاص مهتمين بموقع راد بابل ويشترون من هذا الموقع في الفيديوهات السابقة شعر راد بابل كانت زيارات والمتابعين الأوفياء يعرفون هذه النقطة أقل من 20 مليون الآن أصبح متجر كبير نسبة زيارات 31 مليون وأيضا هذا الموقع ما أجبني فيه أنه يقوم بإعلانات للمبيعات الخاصة بك ستشاهد هنا عند الضغط على هذا الخيار سأريكا view داشبورد هنا سهل ستشاهد داشبورد سأريكا بعض الإحصائيات التي يقدمها راد بابل هنا ستجد الطرافك هنا لديها 1.6 دولار جديدة ستحول وهنا المبيعات على التصميم الذي تم بيعه وأيضا شاهد الإعلانات الترافك الذي يقوم بها إعلانة الذي يقوم بها موقع راد بابل جيد هنا فقط لكي تعمل فقط على الترافك راد بابل يكفيك اكثر التصاميم لكي تصدر نتائج البحث جيد نحن ما هي الطريقة التي سنتبعها سأشرح لكم طريقتين وكل شخص لديه حرية اختيار الطريقة الأولى سهلة جدا يكفيك أخذ الصورة ثم وضعها في راد بابل سأريك كيف استضعها الطريقة الثانية عن طريق برنامج ستستعمله هذا البرنامج حجمه ثمانون ميجا لكي تقوم بالتعديل على الصور ولا تأخذ حقوق في التصاميم الكبيرة أول شيء في راد بابل توجد تقنية لحصول على الكلمات المفتاحية أنا أنصحكم بها أول شيء سأقوم بحث تأتي إلى خانة البحث وتضغط هنا على زل فأرة هنا ستظهر لك التراندينك سارش لا تحتاج للبحث أي تصميم ستعمله مباشرة عند التوجه إلى راد بابل ضع زر فأرة هنا وستأتي لك التراندك شاهد هذه الكلمة يوجد ثلاث أشياء هنا التراند الأول الثاني الثالث تضغط هنا هذا هو التراند الحالي في راد بابل جيد أضغط على أوكي من أين سأتحصل على الكلمات المفتاحية الكثير يبحثون أنا على أفضل كلمات المفتاحية لكي يظهر التصميم الخاص بك في راد بابل هنا اللغس هذا هو السر هذه هي الكلمات المفتاحية الخاصة بهذا التراند تقوم بنسخها تعدل عليها أقوى الكلمات المفتاحية لهذا التراند جيد ما سنقوم بترجمة هذه الكلمة أندرو جارفيد جيد سأقوم نحن سنعمل إخواني على التراند الثاني لأنني عملت عليه من قبل كوفي إزمان رايت هذا التراند أيضا يتصدر دائما نتائج البحث سأعمل على هذا التراند هنا الكوفي يعني محبين القهوة يقومون بشلاء سواء كما تشاهدون وسادات خاصة بكوفي لوغو بسيط سأريك كيف تقوله أيضا الستيكر وهو الذي سيحقق لك أرباح كبيرة وهنا التيشيرت يعني الأفضل ستيكر ستيكر كما تشاهدون فهي تحقق أرباح جيدة وأيضا مبيعات خرافية كيف سنقوم بإنشاء هذا التصميم ببساطة هنا تابع معي الطريقة الأولى للربح أول شيء ستوجه إلى هذا الموقع أو المواقع التي شرحتها من قبل هذا الموقع الأول والموقع الثاني هذا هو كيف ستقوم بتخطي الحقوق وأيضا كما علومة هذه هذه الصور كما تشاهدون فهي بدون حقوق وإذا كانت حقوق فلماذا تلقيت الأرباح هنا يعني لا يوجد أي مشكلة أرسل لي أرباح جيدة وأيضا لا توجد أي حقوق شرحتها من قبل أمامكم سأترك لكم إذا أردتم الفيديوهات لكي تعرفوا أنها لا توجد حقوق لكن لكي نوضيف تنسيق لتصميم الخاص بنا ماذا سنفعل سنقوم بالتعديل ستحتاج هذا البرنامج ليس Adobe Photoshop Adobe Photoshop إخواني Portable يعني نسخة نسخة الهاتف الحجم الخاص بها 80 80 ميجا يعني بسيطة وليست ثقيلة على الحاسوب ماذا ستفعل ستقوم باختيار المقياس ما هو أفضل مقياس لرات بابل جيد أنا هذا السؤال سأريكم الجواب مباشرة هنا هذه هذه الأرتيكل كما تشاهدون سأتركه لكم لكي تعرف المقاييس الجيدة لرات بابل أفضل المقاييس كما تشاهدون من طرف شركة رات بابل أو موقع رات بابل هي هذه المقاييس تقوم بنسخ هذه المقاييس 7632 copy تتوجه إلى هذا البرنامج أضغط فوتوشوب سأتركه لكم أضغط على new جيد هنا قم بتسميط أي شيء هنا تصميم مثلا تصميم هكذا جيد بعدها تقوم باختيار المقياس 7632 بيكسل انتبه إلى هنا وأيضا المقياس الثاني كما تشاهدون 6480 قم بتعيينها هنا وانتبه لهذه الخطوة بيكسل انش أيضا هنا ثمانية دعا كما هي وهنا ترانسبارو لا تضع white ضع ترانسبارو لكي تظهرها خلفية لا توجد خلفية جيد أضغط على أوكي بعدها الآن نحتاج إلى تصميم لكي نعدل عليه وإضاف الكلمات التي تريد جيد هنا اخترنا هذا النيتش كما تشاهدون هذا هو النيتش الذي اخترناه coffee is mal right جيد هذا النيتش copy عندما تشاهد التصميم هنا ستشاهد أن نفس الكتابة مكتوبة في الوسادة في اللوغو في السيكر في تي شيرت أي تسميم نفس الكلمة يعني الخط أنت وطريقة العمل الخاصة بك هنا ماذا تفعل قم بتعديل كما تريد لكن تحتاج إلى شيء مهم وهو توجه إلى أحد المواقع التي سأتركها لك وتقوم بنسخ مثلا هذا العنوان أحتاج إلى تصميم خاص بالكوفي أضغط على بحث أيضا في الموقع الثاني أعود هنا كليب PNG أضغط هنا وأختار مثلا بحث جيد وهكذا سأختار أحد الأكواب هنا أو التصميم الذي يجبك كلها بصيغة PNG هنا كما تشاهدون كما تشاهدون إخواني هنا تستطيع اختيار أحد التصاميم أنت حر مثلا سأختار في هذا الفيديو أحد التصاميم من هنا تستطيع نزول آلاف التصاميم كل يوم يكون تصميم جيد مثلا سأختار هذا التصميم أو أظن أن هذا جيد جيد أيضا في موقع PNG ستجد الكثير من التصاميم أنت والذوق الخاص بك هنا مثلا تستطيع اختيار هذا الكوب أو اختيار مثلا هذا الكوب أو أحد الأكواب هناك ما تشاهدون تصاميم احترافية كيف استقوم بالتعديل عليها سأريك ذلك فيما بعد هنا مثلا هذا الكوب سأضغط على هذا الخيال PNG قد تظهر لك الكاباتشا هنا أخي أختي بعدها تقوم بتخطي الكاباتشا سيتم تحميلها مباشرة هنا أعود إلى إلى البرنامج ماذا أفعل أضغط على فاين هذا الخيال ثم Open ثم أضغط على تصميم هكذا جيد هنا التصميم أقوم بالضغط على السهم وأقوم بأخذ سحب هذا التصميم بدون نزع على زر الفعل الأيصر وأقوم بوضعه هنا كما تشاهدون التصميم صغير أضغط على Ctrl T تابع جيدا Ctrl T ولكن يجب عليك أن تنتبه إلى هنا لوحة المفاتيح يجب أن تكون بالفرنسية لكي تعمل عليك المفاتيح جيد بالفرنسية أضغط على Ctrl T إذا لم يتم اختياره تضغط على Layer هنا تقوم بتحديد هنا Layer وتضغط على Ctrl T جيد تظهر لك هذه الواجهة تقوم بالضغط على Shift وتقوم بالتكبير هكذا أو تضغط على هذا الخيار Shift هكذا أيضا هكذا تقوم بسحب التعديل كما تريد جيد أظن هو جيد أضغط على OK شاهد كيف يصبح احترافي تريد إضافة تاكس ستضغط هنا على التاكس وتقوم بالكتابة هنا مثلا تريد نسخ نفس الكلام الذي أخذناه منذ قليل سأقوم بتكبيره هنا سأضغط أول شيء على مثلا سأضع مقياس 200 جيد بيكسل وأضغط على Enter وقوم بالضغط على التاكس هنا وقوم بالنسخ الكلمة المفتاحية التي أخذناها الضغط على OK جيد Ctrl مرة أخرى وقوم بتكبيرها كما أريد هكذا جيد أظن ها جيدة أقوم بوضعها مثلا في الأسفل أنت حر في التعديل أنا كما تشاهدون هنا سأقوم بالتعديل هنا جيد كما تشاهدون قمت بكتابة هذه الكتابة الآن سأنسق وأعدل على الخط ماذا أفعل أول شيء مثلا سأختار هنا هذه التاكس أضغط مرتين هنا تظهر لهذه الواجهة أول شيء أستطيع الضغط هنا وتغيير كما أريد مثلا سأختار هذا اللون جيد أوكي أيضا أستطيع إضافة سروك مثلا باللون الأبيض أو أحمر أسود جيد هنا أيضا هنا تستطيع التعديل كما تريد إضافة هذه التنسيقات هنا أيضا أستطيع تغيير الخط أضغط مرتين هنا هكذا وأقوم بتغيير الخط مثلا سأقوم باختيار هذا الخط جيد أظنه جيد أيضا أستطيع التبديل مثلا هذا الخط وهنا نقوم بالتغيير فقط على اللون لكي يصبح متناسق اللون سنختار هذا اللون جيد وهنا في ستروكس أو موضيف موضيف فقط مثلا أقوم بكتابة 9 أو 10 أو 15 جيد أوكي هكذا أصبحت تصميم باحترافية أضغط على فايل لتحميله الضغط على هذا الخيار ثم هنا اختار PNG هذا الخيار وقوم بالضغط على حفظ تم حفظ التصميم كما تشاهدون أضغط على أوكي مرة أخرى الآن كما تشاهدون التصميم تم حفظه أعود إلى موقع Redbubble جيد هنا في موقع Redbubble الداشبورد كما تشاهدون أقوم بتوجه إلى هذه الخانة أو هنا أضغط على Add New Work ننتظر قليلا فقط وهنا أختار Upload New Work جيد وأختار التصميم الخاص ب Over Air هنا تم تحميل كما تشاهدون التصميم أول شيء العنوان سنقوم بأخذه وإضافة له كلمة نفس العنوان جيد Copy وأقوم بإضافة له كلمة فقط هنا مثلا 2022 جيد بعدها إخواني هنا أخذت التصميم الذي حملته ليس هو التصميم الذي أنشعته أضغط مرة أخرى هنا وغير التصميم وضعته هنا هذا هو التصميم إخواني كما تشاهدون أيضا تشاهد كيف يتم تحمله لأنه بدقة عالية هنا أنت حر في كتابة العنوان التاكس كما قلت لك تستطيع النسخ هذه التاكس ستجدها هنا Coffee ستجدها ظاهرة هنا لا أعلم أين هي هنا إذا إذا لم يظهر لك هذه الكلمات المفتاحية في هذا نيتش ماذا استفعل سأترك لك هذه الإضافة كما تشاهدون هنا فهي خاصة ب Redbubble Generator Tag أقوم بنسخ هذه الكلمة المفتاحية قم بوضع هنا Past وأضغط على Grab سأترك لكم هذه الإضافة خاصة ب Chrome تبحث وستأتيك بكل الكلمات المفتاحية القوية كما تشاهدون إخواني تم الحصول على أقوى الكلمات المفتاحية أضغط على Select All Copy أعود هنا أضغط على Past جيد تم وضع الكلمات المفتاحية هنا من الأحسن كنصيحة لا تقوم بوضع كلمات المفتاحية أكثر من 20 في Redbubble هنا كما تشاهدون سأقوم ب أخذ فقط 20 كلمة هنا قمت بوضع فقط 20 كلمة الـ Description كما تشاهدون سأقوم بوضع هذا الإسم فقط Copy لا يهم Past جيد وهنا كما تشاهدون التصاميم ستشاهد كيف ظهرت يجب أن تكون كما تشاهدون معظم التصاميم ظهرت وهنا يجب أن تكون بالأخضر عندما تجد هكذا أعلمها هكذا كي تؤدي على التصميم ماذا استفعل تضغط على تستطيع إنقاس فيه هكذا جيد تستطيع سحبه هنا والضغط على Apply جيد هنا ستجد تصميم تم تعديله أيضا سأعدل على كل التصويم بنفس طريقة هنا هكذا وضعه هنا شاهد كيف سيصبح أضغط على Apply أعدل على التصميم وعود إليكم تم التعديل كما تشاهدون على التصاميم ماذا أفعل الآن أقوم بالضغط على هذا الخيار في الأسفل هنا أيضا أحدد كل الخيارات جيد أضغط على هذا الخيار وهذا الخيار ثم الCollection أوضيف مثلا في Collection خاص بالCoffee Lover جيد وهنا recommendation دح في حالة تصميم خاص بالتعديل دح كما هي ولكن طريقة ثانية سنغير شيء ما أضغط على هذا الخيار ثم هذا الخيار وضغط على Save للعمل خاص والتي ستحصل منها أرباح كثيرة مثلا تتوجه إلى Pixel وكما هو تقوم ببيع Sticker يعني الملساقات التي يتم إلساقها في الجدران والأجانب تأكد معي أنهم يشترون كثيرا هذه الأمور مثلا كمثال تضغط على Blue Ocean Web وهنا تختار أحد تختار أحد الصور وهنا مثلا كمثال تستطيع اختيار أحد الصور وخاصة التي تأتي هنا في الوريونتاسيو على أوريزونتال تختار هذا الخيار وهنا تختار الدقة العالية إذا أردت اختيار الدقة العالية لكي يتم تحمل الصور الخاص بك أو الملساقات مثلا سأختار هذه الصورة أظنها جيدة هنا في Free Download اضغط على Quality أعلى دقة واضغط على Free Download لماذا لأنك عندما يقوم باتباعاتها موقع Redbubble ملسق سيكون باحترافية هنا كما تشاهدون يتم تحميل الصورة نتوجه إلى العمل الذي وضعناه شاهد تم القبول وبعد 15 دقيقة سيظهر التصميم تستطيع الضغط على View لمشاهدة التصميم خاص بك كيف ظهر في موقع Redbubble هنا كما تشاهدون سيظهر لك هذا التصميم شاهد الدقة والاحترافية وأيضا في المنتجات وأيضا قمت بعمله في ظرف وجيز كما تشاهدون أخذ التصميم في 5 دقائق ونشاهد كيف سيظهر قد يحقق لهذا التصميم أرباح حيالية أنا أشرح أمامكم وقد يحقق مبيعات خرافية وبدون حقوق لأنني أضفت كلمة وأيضا المواقع هذه المواقع فهي مجانية 100% والدليل إثباتها السحب وأيضا إرسال أموال ميرات بابل إلى حسابي في البايبات جيد نكمل الشرح هنا قمنا بتحميل هذه الصورة كمثال اخترت هذه الكلمة المفتاحية هنا تستطيع اختيار أي نيتش مثلا ناتير طبيع أي شيء تريد مثلا هذه الصورة كما أرد أنا كمثال كي تفهم اخترت هذا الخيار نعود إلى الوجهة الرئيسية أضغط على هذا الخيار جيد وهنا أضغط مرة أخرى بدون تعديل هنا نسخ لسق أكبر عدد من التصميم تظهرها ستحق لك مبيعات وأيضا كمعلومة أو نصيحة مني إليكم راد بابل كلما وضعت تصميم أكثر كلما تظهر في نتائج البحث إذا لديك مئة تصميم تأكد أنك ستحقق نتائج إيجابية إذا لديك مئتي تصميم ستكون من الأوائل في راد بابل جيد أضغط على أوفرير لهذه الصورة أختارها وأضغط هنا هنا الكلمة الرئيسية التي وضعناها وهي Blue Ocean يعني الموجات أو المحيط الهادي أقوم بالضغط على هذا العنوان أيضا نستعمل هذه الإضافة سأريكم كي تفهموا طريقة عملها تقوم بالضغط هنا أقوم بوضع الكلمة المفتاحية ثم أضغط على Loading وأنتظر لدقيقة هذه هي الكلمات المفتاحية أقوم بنسخها جيد أضغط على Tags نفس هنا العنوان سأقوم بوضعها هنا Past وأضيف شيء ما مثلا 2022 وهنا أيضا مثلا 2022 تستطيع ضع هذه الكلمة Relax جيد وهنا ماذا استفعل تنتظر قليل سأقوم بوضعها Photograph جيد Design وهنا Blue Ocean Collection وهنا اختر هذا الخيار هام جدا لكي تحقق مبيعات ابحث على Sticker جيد سنقوم بالبحث عليها Sticker هنا جيد وأضغط على Now هنا ثم هذا الخيار وتنتظر إلى أن يتم اكتمال إرسال الصورة هنا وتقوم بوضع الآن تم وضع التصميم كما تشاهدون جيد سأقوم بالضغط هنا في الأسفل Save Work جيد هنا يوجد خطأ ما قم بالضغط على هذا الخيار أعلم على كل شي قد تبع لك كل هذه المنتجات أنت لن تخسر أي شيء بإكثار المنتجات كما تشاهدون الآن التصميم في الإرسال انتهى إرسال التصميم ننتظر قليلا فقط وهنا إذا قمت بعمل برنامج خاص بك مثلا كل يوم تقوم بوضع تصميم ثلاثة تصور معي ثلاثة في ثلاثون يوم لديك تسعون تصميم في الشهر وهذا شيء جيد وستبدأ بتحقيق الأرباح ليس في يومك الأول لكن ستعمل عليك مدى الحياة هنا التصميم خاص بك سيظهر بعد 15 دقيقة في Red Bubble كما تشاهدون وهنا فقط نحتاج منكم الدعم وإن شاء الله سنشاريكم بكل طريقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته